أهلا بحضراتكم مشاهدينا ويوم جديد من أيامنا على أرض مصر نرصد فيه من خلال عدسات كاميرتنا كل الملفات والأحداث والأخبار التي تحدث على أرض مصر ونبدأ معكم بأهم الأخبار وقد وجه سيد الرئيس السيسي باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خاصة من خلال تحديث إلكتروني وأرشفة الرقمية فضلا عن رفع كفاءة مختلف مكونات البنية التحتية وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين وصولا إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية يتسم بأعلى درجات الكفاءة في الخدمة واستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين مع الهيئة أكد المقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني أن لجنة النقابات والمجتمع الأهلي على درجة عالية من الأهمية وأنها ترفع مباشرة مطالب المواطنين وأضف في أولى جلسات لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني أن الحوار الوطني خطوة على طريق الإصلاح السياسي الشامل في مصر وحتى يؤدي هذا الحوار النتائج المرجوة فهناك واجبات تقع على عاطق المشاركين فيه وهو أن يبذلوا جهد حتى يبلوروا المواقف العامة التي يعبرون عنها أكد دكتور علي المسلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على جهود الدولة في توفير القمح وأن محصول القمح وخاصة في مصر يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية إن لم يكن أهم مشروع استراتيجي في مصر لأسباب كثيرة ليس للعائد الاقتصادي فقط ولكن الأساسي هو إنتاج رغيف الخبز وهو جزء من الأمن الغذائي للشعب المصري ومع بداية موسم حصاد القمح في النصف الثاني من شهر إبريل وحتى أواخر شهر يونيو تعمل وزارة التموين بالتنصيق الكامل مع وزارة الزراعة لاستقبال القمح وهناك 420 لجنة تعمل على جميع أنحاء الجمهورية وهناك عناية كاملة وغرف عمليات يومية من الوزارة أكدت وزارة الصحة والسكان على تيسير وسهولة وصول خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين وتعزيز كفاءة النظم الصحية من خلال استخدام التكنولوجيا وتقديم الخدمات الصحية المكملة وفقا للحالة الصحية لكل مريد وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة الارتقاء بمهارات كافة مقدم الخدمة الصحية بالمنشآت الطبية بداية من الفرق الطبية وصولا إلى القائمين بالمهام الإدارية والفنية فضلا عن تعزيز دور القطاع الخاص للارتقاء بكافة جوانب المنظومة باعتباره شريك أساسي في النهوض بها وشدد أيضا على أهمية تطبيق منظومتي التحول الرقمي والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية أهلا بحضراتكم من جديد على أرض مصر وعلى أرض مصر كانت الدعوة بالأمس القريب لإقامة حوار وطني وبالفعل بعد الجلسة الافتتاحية بدأت مجموعة من الجلسات ومجموعة من النقاشات والحوارات والملفات اللي بتهم الدولة وتكون إن شاء الله جسر للوصول إلى الجمهورية الجديدة معنا ومعكم عن الحوار الوطني بيسعدنا يكون فيديو فيتنا النهاردة الأستاذ الدكتور رفيق الديستي أستاذ جغرافية السكان ورئيس قسم الجغرافية جامعة حلوان برحب بحضرتك وأهلا بك معنا يا دكتور أهلا بحضرتك وأهلا بأسرة البرنامج وكل سنة طويلة وحضرتك بخير دايما نبدأ ونتكلم على الحوار الوطني ويمكن بدأت جلساته بتخليل نوضح للناس أهمية إقامة هذا الحوار في ظل ما يحدث في العالم كله من أزمات بسم الله الرحيم طبعا الحوار الوطني يعني بيعتبر دعوة مهمة جدا للم شمل الأسرة المصرية خاصة في ظل ثورة المعلومات وثورة شبكة التواصل الاجتماعي ومتعرض من المعلومات ثورة الإعلام اللي ممكن تؤدي في وقت من الأوقات إلى نوع من الإنفلات في فهم بعض القضايا المغلوطة اللي ممكن تأثر على أمن الدولة تأثر على تنمية في الدولة تأثر على جنبات وقوة الدولة المصرية فالحوار الوطني النهاردة انطلاقه أنا بعتبره نوع من أنواع لم شمل الأسرة المصرية نحو الحفاظ على الأمن الوطني الأمن الاجتماعي الأمن الاقتصادي كل أنواع الأمن اللي موجودة عندنا في مصر خاصة أن الحوار بيهتم بالمجتمع المصري وبيهتم بالإنسان المصري وبناء إنسان مصري جديد في ظل الجمهورية الجديدة إن شاء الله بإذن الله من ضمن الملفات المهمة جدا اللي بيتم نقاشها على مائدة الحوار الوطني ما يتعلق بالأزمة السكانية ويمكن الموضوع ده قطل بحثا من سنوات عديدة بنأمل إن فعلا من المرحلة اللي جاي نقدر إن احنا نلاقي له حلول يعني من وجهة نظر حضرتك إزاي بالفعل إن احنا يعني يتم من نقشة هذا الملف بشكل مختلف عما كان يناقش عنه من قبل والله يبص حضرتك طبعا زيادة السكانية قضية مزمنة في مصر وقضية بتأثر على كل جهود التنمية يعني الدولة بتسعى سعي حسيس نحو بناء دولة جديدة بمتطلبات جديدة بمستويات معيشة جديدة بفكر جديد يعني رؤية جديدة خاصة إن الدولة بتتعرض لي يعني مؤثرات من الخارج ممكن تؤثر على جنباتها فإحنا كمجتمع مصري الحوار الوطني من ضمن أولوياته قضية الزيادة السكانية وعلاقتها بالتنمية هو أثرها على الدولة المصرية الزيادة السكانية قضية مهمة جدا يعني لها أسباب كتيرة جدا من ضمن أسبابها طبعا إن كثير من السكان ما زال لحد النهاردة بيترك أمور المواليد لما يسمى بالقدرية إن أنا هخلف وخلاص يعني أنا يعني يأخذ بعض الأقاويل إن إيه يعني نحن نرزقهم وإياكم إحنا ربنا سبحانه وتعالى اللي نحن نرزقهم وإنتم معهم وخلاص فده فكر خاطئ يعني دايما يقال إن البناء النوعي أفضل من البناء الكامي بمعنى إن أنا لو لدي ولدين واهتمت بيهم اهتمام كويس أو بنتين واهتمت بيهم كويس أو ولد وبنت واهتمت بيهم وربيتهم كويس وعلمتهم كويس وأحسنت تربيتهم ووفرت لهم مستوى معيش كويس وواواواواواوا ده البناء الأصلي اللي المفترض في الأسرة المصرية إن هي تسعى نحوه الأمر الثاني إن هيحقق نوع من الأمن الأسري هيحقق نوع من الأمن الاجتماعي هيحقق نوع من الأمن الاقتصادي هيحقق نوع من الأمن الذاتي اللي موجود في الأسرة وصنع أسرة جديدة تتبوأ مكان كويس في داخل المجتمع الأمر الثاني إحنا عندنا في مصر يعني الحمد لله الدولة بقالها فترة متبنية برامج كويسة جدا للتنمية الصحية والتنمية الصحية كان له أثر حلو جدا هذا الأثر قلص خل مصر من دول اللي بتتمتع بانخفاض معدلات الوفيات ده معدلات الوفيات في مصر ناردة 6-7 في الألف فده بنعتبر في مصر هنا ده من المعدلات الممتازة على مستوى العالم في المقابل الدولة سعت إلى تخفيض معدلات الوفيات في المقابل السكان لم يحافظوا على مساعدة الدولة في تخفيض معدلات المولية فبالتالي أصبح هنا الورث الاجتماعي أو الورث الاجتماعي والفكر الاجتماعي الموروز بالنسبة للسكان أو الأسرة المصرية إن أنا أخلف كتير والخلفة الكتير دي قد تكون عزوة يعني الأب عايز يخلف أولادي يبع عزوة في البلد أنا مخلف 10 أيال أو مخلف 7-8 أيال منسب لي 7-8 عائلات فالأسرة كلها أو البلد كلها أو القرية أو المدينة كلها نسايدة يعني لسه الغالب الوأس الفكر ده طبعا ما زالت موجودة برغم كل وسائل التوعية الكثيرة ما زالت موجودة آه ما زالت موجودة لحد النهاردة أيضا بعض الأباء بيستغل الخلفة للأبناء إن الأولاد دول عبارة عن أداة لجمع المال بمعنى إيه إن أنا أخلف لي 7-8 عائل وقعد في البيت عمد وطرزان وابن ده يشتغل في الشغلانة دي واخر النهار يجيب لي العائد وابن ده يشتغل في الشغلانة دي ويجيب لي العائد وده يشتغل هنا ويجيب لي العائد وفي الآخر هلا يقوم قدامي آخر نهاركم فلوس أوزع لهم جزء منه ويتناسى الأب هنا إن الأولاد بعد فترة بيكبروا وبيفقدوا جزء كبير جدا من حياتهم ممكن يؤدي إلى الانحراف في يوم الأيام لأن الأب هنا ركز على جانب اقتصادي وأهمل في أولاده جانب التعليم جانب الصحة جانب التنشيئة الصحيحة جانب التربية الصحيحة جوانب كترة جدا وفتقدت في حياة الابن اللي بقى أب في يوم الأيام اللي كان طفله أصبح أب في يوم الأيام فبالتالي بيجي الابن يمارس نفس السياسة مع أولاده فتوارس هذا الفكر بيعتبر من الأسباب اللي أسهمت عندنا برضه في إن المجتمع نفسه لم يساهم في قضية الحفاظ على الحل المشكلة تمام إحنا عايزين نشوف بها إزاي نقدر إحنا نصل بحل لهذه المشكلة ولكن بعد هذا الفوصل نطلع مع حضراتكم إلى هذا الفوصل ونرجع معاكم على أرض مصر أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدين على أرض مصر ولازلنا مع حضراتكم وملف الزيادة السكانية والذي يدهر حاليا على مائدة الحوار الوطني تكلمنا على الأسباب اللي بتؤدي فعلا إلى زيادة السكانية طب هل هناك حلول ممكن تكون خارج الصندوق فعلا نقدر إحنا نصل بها إلى الحد من هذه الزيادة طبعا الزيادة السكانية زي ما قلت لحضراتك عبارة عن غول بيلتهم جهود التنمية وأنا شايف بصراحة الحوار الوطني بيؤصل للانتماء والرباط بمصر الأم لأن زي ما قلت لحضراتك أن ثورة الإعلام والليها مش مش مكتفية عندنا بمصر فقط قد تدعو للانفلات فبصراحة الدعوة للحوار الوطني الحوار الوطني هنا نوع من أنواع لم يشامل الأسرة مثلا دي قلت حضراتك توطيد الانتماء للمجتمع المصري يعني زيادة السكانية زي ما قلت حضراتك مشكلة بتحتاج إلى أن المجتمع كله يتضافر حولها بتحتاج المجتمع المحلي يشارك فيه لابد أن المجتمع المحلي الجامعات الأهلية الكلام ده تعمل دورات توعية للمجتمع المصري أو للأسرة المصرية خاصة في أعماق الريف للإحساس بالمشكلة السكانية ويأتي هنا أيضا مشاركة دور الإعلام والبث الإعلامي المتواصل والدراما اللي كانت بتيجي زمان كان فيه مسلسلات بتيجي بتوضح لي خاصة مسلسلات صهرة كده يومية بتوضح لي خطورة المشكلة السكانية وعلى الجانب الآخر التمتع به زي ما قلت لحضراتك بأن أسرة صغيرة تساوحها أفضل أفضل لابد من أن برضو المدارس نفسها قضية السكان أو قضية المشكلة السكانية تدرس من المرحلة الابتدائية لحد الجمع وتفرض بصراحة أنا لو مسؤول في الدولة لابد أن أفرض قضية أو قضية المشكلة السكانية للتدريس من المرحلة الابتدائية لازم أنشئ الطفل يعني إحنا الشعر بيقولك وينشأ ناشئ الفتيانو فينا على ما كان قد ربه أو عوده أبوه فهنا الدولة لابد أن تربي الطفل من صغره على الإحساس بهذه المشكلة لأن طبعا زي ما قلت المشكلة السكانية لها أثر كتيرا جدا قد تؤثر على متوسط نصب الفرد من الموارد متوسط نصب الفرد من الدخل متوسط نصب الفرد من الخدمات التعليم والصحة والأمن وقضية كتيرا جدا جدا تؤثر عليه فبالتالي هنا لابد أن المجتمع المصري زي ما قلت لحضرتك يشارك بقوة في هذه القضية المهمة للقوة النعيمة ودورها في التواية طب هل تفتكر حضرتك لو تم إعادة توزيع السكان ما أنا هقول لحضرتك على التوزيع دي قضية العدد احنا بنتكلمهم حاليا على قضية العدد تمام أيضا لابد أن الدولة هنا تفكر جديا في إنشاء يعني إدارة اسمها إدارة الأزمة الخاصة بقضية السكان أو القضية السكان القضية السكان قضية مهمة جدا بتؤرق أي حكومة بتيجي فبالتالي هنا لأنها بتلتهم كل جهود التنمية فأي دولة تشتغل أو الدولة اللي إحنا عندنا في مصر الدولة بتشتغل أراضي زراعية والطرق ومش عارفة ومدارس وجامعات ومازالت لحد النهاردة هذه الخدمات برضو ما بتظهرش بالوضع اللي يسدي احتياجات السكان بسبب هذه القضية الخطيرة فعشان كده أنا عندي لابد أن أنشئ جهاز أو إدارة اسمها إدارة أزمة القضية السكانية في مصر دي تبقى خاصة كده بعيد عن وزارة السكان والصحة والحاجات من دي تشتغل على قضية السكان تشتغل على أسبابها تشتغل على أبعادها تشتغل على تضع استراتيجيات مستقبلية لهذه القضية وموجيتها إزاي تكون مستقبلا وتنقل تجارب الدول الكبرى لزي الصين وزي الهند وزي اليابان وزي الدول دي في علاج هذه القضية بما توافق مع المجتمع المصري أيضا قضية الدولة برضو لابد هنا أننا خلاص أنا الأوام بقى أن الوادي والدلتا كفاية عليهم الحمل اللي موجود عليهم يعني الوادي والدلتا بيفكروني بالفرض الضعيف الثن كده العمود الفقر بتاعه انتنى من الحمل التقلي اللي موجود عليهم يعني تخيالي إحنا عدد سكان مصر النهاردة تجاوز المئة وخمسة مليون أو اقترب من المئة وعشر مليون لما لقى منهم مئة وثمانية مليون موجودين في الوادي والدلتا اللي مسيحتهم ثلاثة ونصف في المئة من مساحة مصر يعني بتكلم في ثمانية وتسعين وثمانية من عشر في المئة من سكان مصر شي لهم الوادي والدلتا اللي هي المساحة الصغيرة البسيطة اللي بقول لها حضرت والعضلات والفتوانة والتوسع والكلام ده كله موجود في سيناء وفي الصحرة الشرقية والصحرة الغربية بما تملك هذه المناطق من موارد الناس متخيلة أن الصحرة الشرقية والصحرة الغربية وسيناء صحرة لا مش صحرة ده أراضي فيها موارد غنية جدا جدا عندنا في مصر يعني احنا ما شاء الله أما تجي تشوفها الصحرة الغربية بتعوم على خزنات من المياه الجوفية اللي تصلح لإيه أن أنا أقدر أزرح سبعة تمانية من يوم فدان أرض زراعية وأرحل أكبر عدد من السكان يعيشوا فيها الصحرة الشرقية نفس الكلام يعني أنا كنت لسه مع الطلبة في الغرداء بنعمل دراسة مشروع التخرج بتاع الطلبة أنا بصراحة ما كنت شروعة الغرداء أنا شفت محافظة بحر أحمر سحرت ومدينة الغرداء وسفاجة وحاجات من التنمية خاصة إن الصحرة الشرقية برضو فيها حاجة اسمها المسلس الزهبي أستطيع أن يعني أشتغل في منطقة حلاب وشلاتين يعني أنقل عدد كبير جدا من السكان والناس عندها استعداد ولو ده في توابه بقى لإنشاء مدن جديدة مفروف صراحة بقول لحضرتك يعني الدولة محتاجة بقى يعني ايه تعضى على النواجز في هذا الأمر يا تشد يعني تشد فيه يعني أنا الأوام بقى أتوقف عن أي يعني أسأل أنا عايز أعمل جامعات لا ما فيش أي حد يعمل جامعات خاصة ولا أهلية بقى أنا مش عايز مش عايز زي عايز أعمل في لودي ودلت أنا عندي الصحرة الشرقية والصحرة الغربية ما بقوش بمفهوم الصحرة خاصة النهاردة أما شوف شبكة النقل اللي اتعملت الدولة عملت شبكة نقل غير مسبوقة في تاريخها بصراحة فالنهاردة أصبح حركة النقل إلى هذه المناطق سهلة أستطيع أن أدي للشركات أدي لرجال الأعمال الدولة نفسها تعمل خاصة أن في نمازج يعني أنا شفت كليات موجودة في الغردقة هناك كليات تربية موجودة في مكان وتستوعب وتاخد فبالتالي هنا أنقل بقى السكان من الوادي والدلتة إلى هذه المناطق فأعيد تفريغ الخريطة السكان المصرية على هذه المناطق والأطراف حساهم بشكل كبير جدا في حل الأزمة السكانية وضغط السكان الكبير جدا على المرافق اللي موجودة أنت النهاردة لما تيجي تشوفي شبرة أو دار السلام أو الحتة دي وصلت الكسافة السكانية في 200 ألف نسمة في كيلومتر مربع والصحراء عشر نسمة أو خمسة نسمة طب عملهم وسائل جذب إزاي يعني زي حالي أقنع الناس إنها يتقان شوف النهاردة سينة سينة بصراحة اتعامل فيها شغل غير مسبوك في تاريخ يعني بصراحة الكائد السياسيات مصر الرئيس والوزراء والوزراء والشغالين في سينة شغل أنا كنت بأحلم بها نعمل حاجة عن سينة نحو إعادة تخطيط إدارة جديدة لسينة الفتنة اللي موجودة في سينة الإرهاب اللي في سينة بدأ عمل في سينة اتعامل مدن اتعامل طرق سينة بصراحة النهاردة يعني أنت كنت الأول السنوات اللي فاتت عشان تروحي سينة تخشيها ممكن يعني يضيع نص يوم عشان من التفتيش الآن نهاردة سينة أصبح فيها سيولة سيولة مرورية وفيها مشاريع تمام بدأت النية تتأمل فيها مشروعات حملقة رهيبة ما شاء الله أستطيع بقى سينة أن أنا تحلي محل تخفي الضغط بقى عن الوادي والدلتا بتستقبل أعداد عشرة 15 مليون شخص يروحوا وترحالوا لسينة ونفس الكلام في الصحراء الشرقية ونفس الكلام في الصحراء الغربية لأن مفهوم الصحراء النهاردة تغير مفهوم الصحراء النهاردة تغير ما بقاش بمعنى صحراء أرض جافة أرض صحراوية أرض ما فيها الزراع لأنه نهاردة نهاردة لما تغير الصحراء الغربية ده أنت عندك تشكة والعوينات ومشروع الضبعة والودي الجديد والوحات كلها دخلة الخارجة البحرية الفرفرة أهراد الزراعية ما شاء الله وتقدر أنها تستوعى بهذا الكم من البشر يقدروا بالفعل أنهم يسهموا في التنمية فيها طيب هل لو دخلنا كمان ما يتعلق بالثواب والعقاب تحديدا فيه ما يتعلق في الأزمات السكانية هل ده ممكن يساهم أيضا في الحج من المشكلة السكانية شوف إليا بقى اسمها الصين عملت تجربة بسماها 4-2-4 زي النظام المدر بالكورة كده أن المجتمع المدني سامحت أن ما يزيدش عدد الخلفة فيه في البداية عن واحد والمجتمع الريفي ما يزيدش عن اتنين وبعدين بدأت ترفع ايدها عن دعم الأسرة اللي بتخالف هذا القدر فهنحن ممكن أني الأواني أن المجتمع المصري الحكومة المصرية والدولة المصرية تعمل حافظ إسابة للأسرة اللي بتنظم بقى حافظ إسابة للأسرة اللي هي بتساعد الدولة في حل هذه القضية أو حل هذه الأزمة وفي المقابل يرفع الدعم بقى أنا مرفعش الدعم بقى عن الناس كلها لا أنا أرفع الدعم عن المخالف اللي بيشارك فيه زي مثلا اللي بيبني على الأرض الزراعية لازم يتعاقب لأن إحنا مصر دولة في الأساس دولة زراعية مساحة الأرض الزراعية عندنا برضو ممكن أزودها مش الدولة تزود مساحة أرض زراعية مثلا في المناطق الصحرية وأنا أكلها في الدلتة لا دخل كناك تقارير خطيرة بتقول إن الدلتة سنة 2050 لو صارت بمعدلات اللي ما قبل 25 يناير 2011 كان سنة 50 مش هتلاقي أرض زراعية في مصر لكن الحمد لله الدولة وقرار السياسي والرئيس والكلام من ده بصراحة استطاعوا في الفترة اللي فاتت إنهم يحافظوا بقدر بير جدا على مساحة الأرض الزراعية اللي تعتبر المورد الأساسي للأمن الغذائي في مصر نأمل إن شاء الله أن في القريب العاجل يتم حل هذه الأزمة السكانية ولو بنسب حتى تكون مرتفعة شوية باشكر حضرتك جدا على وجودك معنا متوجه بالشكر مشاهدينا للأسيز الدكتور رفيق دايستي أستاذ جغرافيا السكان ورئيس قسم جغرافيا جامعة حلوان شكرا لوجود حضرتك أشكر حضرتك وأشكر أسرة البرنامج والسادة المستقيمة باشكركم مشاهدينا بكرة إن شاء الله لقاء جديد وملف جديد ننقشه معاكم على أرض مصر